قلينا برضو نروح لشقة آخر وهو حرص صلاح وكيروش أن هم يقدموا يعني العزاء طبعا للشعب الكاميروني على ضحايا حادث التدافع اللي احنا كنا كلمنا مع حضراتكو فيه قبل كده ويمكن برضو الحدد دلوقتي صدام موجود على الأرض لأن فيه كان مصرع لتريبا أكتر من 8 أشخاص فالموضوع عارف زي ما يتقال كده مش وقته يعني مش الوقت المناسب بفيش وقت مناسب لده بس تحديدا الفترة دي كمان كان مفروض يكون فيه اهتمام أكتر أو تركيز أكتر أن ما فيش حاجة أو حوادث من هذا النوع تحدث ولكن يعني ما فيش برضو حاجة متوقعة برضو من الجماهير أو من كرة القدم فيعني تعزينا طبعا ليه الضحايا رقم مش قليل 8 من تدافع يعني ما لوش أي لازمة بصراحة نتمنى أن ده ما يتكررش طبعا تاني والله أنا هواند عايز أقولك كم يوم اللي فاتوا كمان لو تتابع الفيديوهات يعني هتلاقين فيه ناس كتير بما فيهم أجهزة فنية وإدارية مع منتخبات مختلفة عندهم كتير جدا من الانتقادات وكتير جدا من التحفظات حوالين التنظيم وسوق التنظيم وفيه حاجات مش مصبوطة بتحصل وما يصحش أن هي تحصل في بطولة كبيرة بالشكل هذا طبعا لجوع بقى للنقطة اللي كانت نهوااند بتتكلم فيها أكيد كل طبعا دعمنا لمنتخبنا والحقيقة كلام محمد صراح كلام جيد جدا ومحترم جدا وأتمنى كمان أن اللاعبين يعرفوا ويتأكدوا أن كل المصريين وراهم وعلى قلب رجل واحد كلنا منتظرين فرحة مصرية كبيرة وكمان نتمنى أن الجهاز الفني وميستر كيروش أنه يعني يحط كل تركيزه في المواجهة الصعبة دي ويستطيع بشكل أو بآخر أنه هو من خلال اللعيبة بتاعتنا يوقفوا مفاتيح لعب كود فور المسألة مش سهلة بس مش مستحيلة يعني دي نقطة برضو لازم تتاخذ في الاعتبار